هل تجرؤي على ذكر الأسباب اللي خلتك تقولي على زوجك الحالي إنه الأكثر رجولة؟ عارف إلي لي وإيه اللي عليه عارف يعني إيه راجل وعارف يعني إست ما بيخلطش الدنيا في بعض عارف إيه التزاماته كراجل وعارف إيه التزاماتي كست حاجات بسيطة بتعبر عن الراجل في مواقف صغيرة قوي في حاجات صغيرة قوي بيبان فيها طارق قدامي في حاجات صغيرة قوي بس بيبان فيها قد إيه وراجل جدا وراجل محتر يعني جزء كبير من الرجول عندك مسئولية؟ طبعا طبعا هو راجل إيه غير مسئولية هل تجرؤي تقولي إنه لسه بيجي لك عرسان حتى وإنتي متجاوزة؟ آه لسه بيجي لي عرسان حتى وإنا متجاوزة أجرؤ أقول لي إنه دي الحالة ما عرفوش إنك متجاوزة ولا عندهم طموح؟ في ناس ما تعرفش إن أنا متجاوزة وفي ناس عارفة إن أنا متجاوزة طب هتطلق إيه إمتى طب يعني في حاجات فيه بترضي عليهم بتقول لهم ما بردش أصل يعني رد يعني حرد علي أقوله إيه كما يسبق على الفيسبوك ومسيجات وتليفونات وحاجات كده لا أنا بقول على ناس بشكل شخصي ناس في مجتمعك في دائرة معارفك ناس بتتعاملي معيها يعني بس أنا خجولة بطبع يعني ما يغركيش القلب ميت وحركات بس أنا بطبع خجولة لا بعد يقولي دا خجولة أنا كده مش مصدقيني كده بدأنا خداع لا لا مش خداع صدقيني أنا خجولة يعني ممكن حد يقولي كومبليمون مثلا أو مجاملة فيها أحس فيها إنها مش لطيفة لو مثلا يعني زي ما أنت بتقولي مثلا إنه معاكسة هي مش مجاملة هي بتبقى معاكسة بحس انها بتجرحني انه انت عارف ان انا متجوزة تجرحك ولا بتحرجك لاتنين انت عارف اني متجوزة ما تجيش جنب المنطقة دي خالص هل تجرؤي تقول لنا اسم بطل ترفضي الوقوف امامه لا ما عنديش حد ارفض ان انا اقف قصاده طب انت في ستات رفضتي غادة عبدالرازق وثمية الخشاب مفيش ولا راجل ترفضي تمثلي قصاده لا لا احنا منطقتين مختلفين خالص انا هبقى في منطقتي كالست وهو هبقى في منطقته كراجل يكون عمل معاكي مثلا معاكف مش عاجبك يكون حصل بينكو تجربة فنية ومرتحتيش حزف لك مشاهد لا لا ما حصلش تاني من اي حاجة لا 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 خالص بس بيحصل انه ساعات الراجل بيحس انه عايزي بقى فيه رجالة ممثلين بيبقوا عايزين يحس انهم اهم من الست شوية فبيحبوا يتدلعوا فبسيبوا يتدلع براحته عشان بياخد فوق دماغه بعد كده لانه بيبان في الشغل سبيله الحبل يعني لحد ما لغاية ما بوقع نفسه حتى يعني هل تجرب انت قلب ميت هل تجرب انت قلب ميت لا بحبش اقول اسماء مش قلب ميت لا ما حبش احجر حتى هو بيبقى عارف نفسه لانه انا عادينا نعرف حوالي لانه عارف هو بيحصل ايه هو بيبقى عايز يحس انه هو النجم فعيش يا عام النجم في من جيلك؟ لا اكبر شوية فعيش يا عام النجم في النجومية الوهمية اللي انت عايش فيها النجومية حاجات كتير قوي النجومية مش اجي متأخرة وما اعتزرش وملتزمش بموعيدي وما بقاش مسؤولة والنجومية مش انا التانك على بشر والنجومية مش انا اخلي الناس تفضل قعدة قدام الكاميرات وانا قاعدة في قطي بعمل مكالمات فيه حاجات كده عيب بس ده سائد في مصر عيب بالذات في وسط الفن الناس دي اول ناس بتقع والنجم اللي شايف نفسه نجم ده بيبقى مركز في التفاهة ويجي في شغل ويقع فخليك يا عم نجم ركز في التفاهة زي ما انت عايز انت اللي بتقع